اشتركوا في القناة شانطال الخوري رحانا رئيس الجامعية اللبنانية متلازمة داون أهلا وسهلا فيك شانطال بدي عرف عن الجامعية بالبداية بدا نرجع نحكي معك لما كتير عن المتلازمة أكيد الـ LDSA اللي بانيس داون سندرم أسوسياشن بلشت بـ 98 تأسست من 98 من جروب أهالي كلهم عندهم أولاد عندهم متلازمة داون وبيئت من 98 لليوم عم تعمل نشاطات أكيد متكل البلد يعني طلعت ونزلت لنحنا استلمنا بورد جديد تقريبا بتموز 2023 ورجعنا هيكي عملنا اكتيفاشن يعني للجامعية عن جديد وهلأ يعني الخميس عيدنا اليوم العالم إلى متلازمة داون بـ 21 مارس بدي أحكي أكتر عن خدماتكم عن رسالتكم عن مهمتكم ولكن حضرتوا لنا فيديو بفتكر بيختصر أكتر هالموضوع عم نشوفه سوا هيد الأكسترا كرموضون عاطي شي زيادة عند هالشخص أكسترا حنية أكسترا حب أكتر شي بحبه برالف قديش يعطيني حب وحنان نحنا بنعرف إنه الأم هي اللي بتاعتي الحب والحنان رالف هو بيعطيني أضعاف بيعطينا الطاقة وبيعطينا الحياة وبيعطينا القوة بورت بونار غسان أحلى شي بلما إنه هي رفيقة عمري عطتني أشياء زايد وبحبها كتير بس يتطلع فيي يتطلع فيي بعيوني بحسه بيشوف جوه جوه حتى لو في وجه الله كمّلع معي بيردها حبيبي عنجاد تعرفنا شو يعني الحب المزبوط بتترك بصمة وما بتروح عنجاد أنا براود مام فيه سر عند هالأشخاص عنجاد فيه سر هيد الأكسترا كروموزوم اللي بتغير إنسان كله شانطال الجمعية بتهتم بالأشخاص اللي عندهم متلازمة دون ولكن بيشوه تحديداً؟ نحنا عنا هدفان أساسياً أول شيء التوعية نشر التوعية أولاً للأهل الجديد اللي بيكون عندهم ولد عنده داوم سندروم وللمجتمع يعني توعية على نطاقين أهل ومجتمع وتاني تاني هدف يالهو أساس كتير يالهو الدمج الدمج دمج الأشخاص اللي عنده داون سندروم على جميع الأصعادة التربوية الصحية المهنية الاجتماعية بتساعدوا؟ أكيد يعني بتساعدوا لحتى تلاقوا كمان مجالات للأشخاص؟ صح نحنا ساعدنا لما لتبلش بالتردزان بأنجي أو تتتوظف وتلاقي شغال وأكيد نحنا هلأ ببلشين عن جديد في كتير أساس تنعمل بغياب تارف الدولة يعني نحنا سولو بلايرز حالياً نحنا والأهل بس إن شاء الله يعني نقدر نعمل فرق لما وطر حدثك مصابة بداون سندروم ولكن بلشت عن عمر الأربع سنين بالتعلم كيف كان هالطريق هيدا طريق التعلم؟ مين دعمك أكتر شي؟ شو التحدياتي اللي عاشتيا؟ هي من الأمي طبعاً ما في طمع الملكة لأول ما بلشت أوكي كنت أشرب حلوة من أسم الله ألي كنت بمدرسة عادية أو بمدرسة متخصصة؟ هي مدرسة خاصة أوكي متخصصة للداون سندروم بس للداون سندروم قدرت تخلصي مدرسة لما؟ ودخلت بالجامعة وتخرجت من الجامعة؟ مزبوط أعطينا شوية تفاصيل عن الموضوع أنا لما تخرجت كنت بي كنا بأكتاب كنا بكورونا أوكي فكننا ندرس كنا ندرس أول ماين أوكي فخلصنا ندرسة وتخرجتنا أوكي شو درستي؟ وين؟ درست بالأيوبي درست كل شيء كل المواد أخدناهم وصار عندك شاهدة اليوم شاهدة الجامعية من الأيوبي شاهدة جامعية وهو اختصاص التي لشانتال خاص للأشخاص اللي عندهم صعوبات مزبوط يعني هو اسمه؟ هو البروغرام نكستر بالأيوبي هو البروغرام يلي مخصص للأشخاص اللي عندهم سباشل نيد داون سندروم وغيره بيفوتوا بيتعلموا قصص بمهنية أو قصص حتى ريليتد لكيف بديوا يطلعوا العقل السوشيلي يعني بتعلموا كذا سكلز بتخولوا أن يكونوا اندبندنت ويقدروا يشتغلوا بعدين لما كانت صعبة عليك إن كان مع الناس بالمجتمع كان فيه هيك صعوبات ما كان فيش صعوبات كثيرة بس كانت حلوة يعني بصاصة بالمدهزة كانت كثيرة منيحة حلو وبالجامعة كمان بتحسك أنت يعني فيه دمج عادي ما حدا كان يزعجيك ما حدا كان معنيتها قدي حلوة شانطال إنه بلش مجتمعنا عن جد يتقبل ويحترم ويحب كمان بلش حقيقة صح صح نشكر الله لأكتير فرقة رانيا يعني من عشر سنين لليوم فرق الواعي حتى الأجيال الجديدة غير يعني بتعرف أكتر عن الداون سندروم وأكيد نحن كمان كجمعية من جانب أكتر وأكتر ندوي على الموضوع بس لأه في كتير فرق فيه لما من خلال حياتك ومسيرتك وعملك بتكوني عم بتساعد كمانا الآخرين أنه يكونوا عم يدمجوا ويكون فيه اندماج أيضا وتشجعي الأشخاص اللي عندهم النفس المتلازمة اليوم بتشتغلي؟ نعم بتشتغلي شو بتشتغلي لما؟ بشتغل بيت هالدزام هي جمعية عشان أولاد نحن الأم المدرسة للأولاد والجامعات يا الله شو بتشتغلي لما؟ أنا هلأ بلقات شقار هلأ بلقات شقار عوقت بننزل على الفيلد كماناتي هدي للأولاد شو حلو يلي عم تعملي عن جد حقيقة لما يعني قداشك كمثال مع كل الصعوبات شي بيأثر على الآخر يعني شانتال قد تساعدوا للدمج؟ كتير يعني عنا طريقة طويلة يعني بدنا نشتغل بالمدارس كمان بدنا نشتغل بالوظايف يعني بس هون بيلعب دور القهر كتير دور أساسي يعني متل لما لما يعني أم ما اشتغلت عليها كتير كرميل تقدر توصل لأنه الدمج لازم يكون بالمحل الصح وبالطريقة المزبوطة يعني ما فيها ندمج أشخاص مش نحنا كأهل اشتغلنا عليهم وما عندهم الكفاءة يعني مثل أي شخص إذا ما عنده هالاختصاص ما بيقدر يشتغل فيه اليوم الكفاءات اللي هن عندهم ياها بدون يشتغلوا فيها واللي ما عندهم ياها ما فينا نفرضها يعني نحنا كمانا نحنا بنشتغل على أدراتهم يعني كل شخص عنده أدرات وطاقات نحنا من نميلهم ياها كرميل يصيروا بالمجتمع فعالين ومدمجين اليوم لما موجودة أنت كمانا بمجلس الإدارة مظبوط أبيها الجامعية أدي وجودك مهم وشو بتعملوا بمجلس الإدارة وأدي أوقات أنت بتعطي أفكار أو بتغيري قرارات كمانا لأنه هذا الشيء أنت عم بتعيشي يمكن تفهم أكتر من الكل شو الأشياء يلي أنتو بحاجة نعمل الإجتماعات يعني من جمعية يعني من ساحة بعض يعني عشان المدنة سعادة أنا معها في أشياء بتقولينه لا يمكن هايدي ما بتزبط مثلا يعني مشكلة ما بعرف ما بعرف صلاحة أوكي شانتال على شو عم تشتغلوا حاليا اليوم أنتو مثل ما قلت استلمتوا جديد أو في أشياء كتير اللي لازم تنعمل وعن جد نشكر الله أنه صار فيه مجالات أكتر وصار المجتمع منفتح أكتر شو الأهداف الأساسية اللي حطينا حاليا نحنا الطوعية والدمج هول الهدفين اللي نشتغل عليهم ونحنا الخميس الماضي 21 أزار عيدنا يوم العالم إلى متلازم الدم كتير من الأشخاص ما كانت تعرف أنه تعرف العالم كله تعرف أنه عيد الأم نحنا حبينا هالسنة نضوع الموضوع ونعمل مثل كامبان نعمل هاشتاج أنه 21 أزار عيدنا كمان مثل عم نضوق أنه مش بس عيد الأم عيد اليوم العالم لمتلازم الدم وأنا دايماً كنت أقول أنه مش صدفة أنه وقع عيد يوم العالم لمتلازم الدم بذات النهار أنقدشن اللوف هو الباز هو الكمون جراون هالحب الغير المشروط هالحب النقي هيدا هو الجامع المشترك بين عيد الأم وبين هؤلاء الأشخاص وأنا كأم ابني عمره 9 سنين أنا بعتبر أنه على عيد الأم هالأكسترا كروموزام هو كان الكادولة إليه يعني ابني كمان ابني عنده مظبوط عمره 9 سنين عنده متلازم الدم وعملنا كمان حملة لنالون أنه أنتو العيد بعيد الأم أنه أنتو الكادولة إلينا أنتو اللي بتجيبون لنا هالحب وهالحنان وهالفرح أكيد في صعوبات وتحديات أكيد موجودة بس كروموزام زيد نعمة زيدة أنا بعتبر بالبيت حلول عم تري كتير شانتال بعرف أنه موضوع مؤثر كتير يعني نحنا كمانا منتأثر كتير بهالأسس بس عن جد اللي ما بيتعرف على شخص عنده داون سندروم ما بيعرف شو يعني متلازمة الحب عن جد يعني لما أنا أكيدة أنه أنت ولا مرة بحياتك كرهت حدا تزعلي ما بتعود تحكي مع الناس أو ما بتفرق معك لا بحكي مع الكاد يعني يعني ما بتتضيق من شي بتحب كل الناس نعم نيالك نيالك على هالحب الكبير اللي موجود بقلبك نيالك لأنه ما بتعرف تحد وبتسامح وما بتزعلي من حدا عن جد ياريت نحنا فينا نكون هيك قد تتعلموا منه كتير كتير أنا رانيا دايما نبقول أنا ابني عمره 9 سنين مدرسة لأيلي كان علمني كتير قصار شو اسمه؟ رالف بدي أبعط لبوسي أنا رالف ياريت كان معنا بالاستيديو ياريت كان معنا بالاستيديو صعب بالبيت هيك؟ يكون فيه اختلاف؟ هو البالنس اللي صعبة تقدر تعملي بالنس بين الاخوة تعملي بالنس بحياتك بالكاريير تبعك بشغلك بس الأنرجية الطاقة كل شي بيزبط ما بتعرفي كيف بتتطلعي بتقولي أنا كيف عم بقدر لحق وكيف عم بقدر أعمل هون بنرجع لأنه كرموزم زيد نعمة زادي وبركة زادي لما اليوم شو بتقولي للشراك عن الدمج عن العمل بلون أنا بيأمني مدارس وجمعات الأولاد اللي بحاجة لأن مدارس وعمل كمان والعمل وعمل كمان شانتال الخري رحنا رئيس الجامعية للمتلازم الدون لما وطر عضو بالهيئة الإدارية وأيضا مصابب بمتلازم الدون أنا بدي واجه لكم تحية كتير كتير كبيرة شكرا لأنه كنتوا معنا اليوم لأنه رجعنا تذكرنا قديت الدنيا فيها تكون حلوة وقديت فينا نكون نحنا عنا هالقلب الحلو ونتعلم منكم لما شكرا كتير لأيكم نعاد عليكم سلاف معكم رح أختم حلقة بمتلازم لليوم شكرا كتير للمتابعة حلقة جديدة بكرة أنا بكون معكم على الساعة الثمانية ونص باي باي اشتركوا في القناة